اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للأسماك البلوكين هو من الأصول أمريكا الشمالية يعني هو داخل على المغرب وبنسبة للمكلة دياله من أروع ما كان صراحة أنا من الأسماك اللي ما تنطلقش في هذا البارج ما تنطلقوش يعني تنسي هالكوكين بكثرة وزويون تلدرجة أن فيه واحد الملوحية بحل ديال البحر يعني عنده واحد الماداق رائع دماج اليوم ما غنديش ما نسيت غلاسي أرمجتاش يعني ما غايخسر كما تسمعوا الوزواذ كين الحرارة فيت 30 درجة يعني ما يمكن ليش أنني نديه صراحة ولكن على العمو اللي بغايستهلكو يعني من الأسماك زوينة بزاف رغم الصغار ديال الحجم دياله بالنسبة لهذا النوع ديال الأسماك اللي هو البلوكي سوف نشرح بعد واحد النقطة أنه كين يخلق بين برج الصولاي والبلوغ فعلا كانت تشابه لا على المستوى السلوك ليالهم ولا على المستوى تشكل ولكن الاختلاف بين تيجل لا يعني تنقاوهم في الحجب يعني البلوغ تيكون اكبر حجما يعني تيدي باسع 20 سنتيم تقريبا بينما لابيرش الصولاي يعني ما تتفوتش تقريبا 1-15 سنتيم على علمي يعني هاتشينا ليش وانا منطلاقا من جربتي يعني اذا هناك كين فرق تكين تف واحد النقطة ربما غادين بينا يعني تتكون في جرب دي الراس انا غنخلي واحد جوش تصور الفوق الفيديو يعني مقارنة بين لابيرش والبلوغي النقطة هذيك النقطة تتكون عند البلوغي هي تتكون كحلة كاملة ربما رابنت لكم الفوق بينما لابيرش تتكون محاطة بواحد الحمورية يعني هذا هو الفرق بنسبة للبلوغي يعني فين تنصيدو على العموم يعني كيما تتلاحظوا انا لابا تنتواجد في واحد كيما تنقولو هنا محليا مرقب يعني نورمار مخصك تقلب عليه فين كي تكون اما احدى العواد غالبا تكون هو احدى العواد او احدى الربع امتين كيما تتشوفو ده بحال هذه العواد مثلا دي الداخل يعني غالبا غمقى ننصي الحدود ديالة دكريو العواد غمقى نجبد اوتوماتي ولكن باش تتلقى هذي البلاصة يعني اه تطلق بزاك ديالوغي كيفاش تتلقى هذي البلاصة كي ننجوج خولوك يا اما تطعم وهالطعم ولي غنوريكم دابا حي الطعم ديالو سهل يعني غالبا تدال يا اما الدودة العادية ديال الارض او غلالة كيلي تسميها غلالة كيلي تسمي الببوش الحلازو عزا يعني الطعم سهل اه كيما تنقولو هنا دي الحوت تطلع رخيص بزاك 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 يعني اما تتبقى غادي تتبقى تقلب احد الشجرات او طريقة لتنذير انا تنكون اوتوماتيك متنصيد على البلاك باس بالطعم اه استيناعية تتنحس بي تتبعني يعني غالبا تتبعوا غالبا بحالة كوير بحالة تتبعون بزاك انا داك تنعرف بانه كين تماك يعني تنصيدو هذا هو مجهوش الطرق يعني باش تتلقاو اه بنسبة للطعم كيما قلت يعني غالبا طعم اللي تنسي تعمل انا غانوريه لكم هذا هو الطعم يعني سهل غلالة يعني تتهرسات الدراف الامصو ديال يعني تيكون سهل بنسبة للمونتاج سهل هو هذا تنذير واحد البلومبة تنذيرها من التحس هاد البلومبة يعني تتكون اما صغيرة ولا كبيرة شوية على حساب الماء يعني من انت يكون الماء مستقرب حالما قوي يعني ماشي مشكل تديرها صغيرة وقدر تديرها اقل من هادقة وإلا كالما محرك الماء شتديرها يعني تطلع واحد ثلاثين سانتين تدير واحد سنين ارا ستكون صغيرة يعني ما تديرش كبيرة لانا اللي درتي كبيرة غيجة 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 من الجنب غيبشي يعني تقريبا وممكن ممكن تديرجوش صنارات او ثلاثة وممكن يشدوها بتلاتة بجوجوه لكن هنا كيني اللعواد يعني يعني غالبا انت وغلولي يتمك تنحاول ندير ماء وحدا باش منطحش فاد الموشكي بنسبة للطعيم ديالا غانوريكم كيفاش تنطعم يعني شي حاجة لي سهلة هذا هو اللوز هنا برسول اللوز ديالو موسيقى 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 وهذا موسيقى 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 واحدة فكرة ما طلحتهش إذا وجدت البلاثة التي فيها البلوغي يعني ممكن ترجع غدا ثلاث يام اربع يام تيبقى في نفس البلاثة وتيبقى في نفس الفعالية هذا هو الفونتاج مئي و تلقى مرة واحدة يعني ديما غا تبقى تلقى تتمك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر